في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل اقلاع مزدوج لنظام تجهيل زورين او اس مع ويندوز او بمعنى صحة هنعمل ديول بوت لما نيجي نفتح جهاز الكمبيوتر الجهاز بيخيرنا اما ندخل لزورين او اس او لنظام ويندوز فالفيديو ده هيكون درس كامل من اول تحميل الملفات لتجهزها لتثبيت نظام زورين وفي النهاية برضو هنتعلم ازاي لو احنا حابين نحزف نظام زورين ونرجع ويندوز لوحده بدون زورين او نرجع او نصلح البوت نخليه ويندوز فقط خليكم معايا اهلا وسهلا بكم برحب بكم في فيديو جديد انا محمد غراب طيب خلينا نقول ان السيناريو اللي معايا هنا ويندوز 11 وبنائنا عليه هنستطب زورين او اس طيب ايه اللي احنا حنحتاجه لو رحنا هنا للداونلودز هنحتاج الملف الايسو للنسخة زورين او اس 18 ودي ممكن نحملها من موقع رسمي نضغط على داونلودز زورين وحننزل تحت نختار النسخة اللي هي الكور وكمان حنحتاج تطبيق زي روفوس علشان نحرق الملف الايسو على فلاشة يو اسبي ودي اللي احنا حنبوت منها زي ما احنا متعودين اما بالنسبة للرفوس فحنحمله من الموقع الرسمي اللينكات كلها هتكون موجودة في صندوق الوصف وطبعا نازم يكون موجود معنا فلاشة يو اسبي كون حجمها اكبر من 8 جيجا او 8 جيجا فيما فوق اول حاجة هنعملها ان احنا حنوصل فلاشة اليوسبي في جهاز الكمبيوتر وبعد كده حنيجي نفتح برنامج روفوس ونضغط على yes البرنامج معنا بيفتح بالطريقة دي حنحدد الفلاشة من هنا لو انت بتستخدم اكتر من فلاشة يظهره في القيمة وطبعا انا بستخدم فلاشة 32 جيجا فحاخترها من هنا وبعد كده حامل select عشان احدد ملف الايسو اللي ححرقه على الفلاشة واقول له open هنا بنختار partition scheme ده مهم جدا نختاره يا اما MBR او GPT طيب تعرف ازاي ان البرتشن سكيم عندك نوع MBR او GPT حتدوس write click على قيمة start وبعد كده بتختار disk management وبعد كده تيجي على الهارد الاساسي اللي عليه drive c الخاص بالwindوز وتيجي تدوس عليه write click وتختار properties بعد كده تيجي على volumes هنا حتلاقيه partition style GPT لو انت عندك MBR هتختار MBR طبعا انا عندي GPT فحاختار هنا GPT وبعد كده ادوس على start وبعد كده نضغط على ok نختار الاختيار اللي هو recommend بعد كده نختار ok وبعد كده نقول له ok علشان يفرمت الفلاشة ويبتدي ان هو يعني يحرق الملف الايسو على الفلاشة طبعا العملية دي بتاخد وقت على حسب سرعة اليوسوبي عندك بعد ظهور كلمة ready كده يبقى خلاص تم حرق اللي استوانا على الفلاشة تمام؟ الخطوة الجاية هنعمل ليه؟ هنعمل boot من الفلاشة عشان خاطر نقدر نستطب نظام زور الOS هنيجي على قيمة start وبعد كده هنعمل restart لجهاز الكمبيوتر بعد كده لما الجهاز بيعمل restart بنضغط على الزرار اللي بيودينا على boot menu وده بيختلف من جهاز للتاني فيها جهازة بتبقى F12 وF11 وF10 وF9 وF8 وفيها جهازة بتضغط على زر الـ delete أو الـ escape علشان تفتح الـ boot manager أو الـ boot menu بالنسبة لي انا بستخدم virtual machine فهستخدم الـ boot من الـ CD Rooma أو من الـ CD Drive هيفتح معانا الـ boot الخاص بـ grab بتاع توزيعة Zoran OS هيجي قدامنا كده شوية اختيارات اول اختيار ده بيسمح لنا اللي احنا نعمل install أو نعمل try ندخل الـ live CD أو الـ live session بتاع التوزيعة ونقدر ان نجربها اما الـ save graphics لو انت عندك جهاز قديم نوعا ما أو كارت جرافيكس قديم نوعا ما والاختيار التالت ده لو انت عندك كارت جرافيكس حديث من نفيديا لكن خليني احنا هنستخدم اول اختيار وهو الاختيار الوسط والاضمن هندوس على enter علشان ندخل على اول اختيار التوزيع بتحمل بالشكل ده نستنى شوية ثواني كده عنا متخلص زي ما احنا شايفين هنا بتظهر قدامنا الـ live الخاصة بـ Zoran OS ممكن نضغط على try Zoran OS لو انت حابب تشوف يعني التوزيع متعرفة على كل الهردوير كويس الخاص بجهازك أو كده لكن احنا مش بصدد ان احنا نعمل كده دلوقتي فهنروح نضغط على install Zoran OS بنختار نغط الكيبورد من هنا في الوقت الحالة نخليها انجليزي وهنا مش هنعمل secure boot علشان نسرع العملية ولا هنعمل install graphics والـ wifi او نخلي install graphics والـ wifi والحاجات اللي هي بتاع تشغيل الماديا والأمور دي كلها وبعد كده هنيجي نضغط على continue بعد كده هنختار اول اختيار اللي هو install Zoran OS alongside Windows Boot Manager اللي هو هيثبت توزيع Zoran جنب نظام الـ Windows طيب انا عندي هنا الـ hard كله بالكامل 137 جيجا تمام وهو hard واحد فقط اللي موجود والجزء ده اللي هو عليه الـ Windows وده الجزء اللي حاببه مستقطع لـ Zoran طيب بننسك الـ divider ده او الفاصل ده علشان نزود مساحة Zoran او نقللها وطبعا اقل شيء لازم نحدده لزوران هو حوالي 14 جيجا ونص او 15 جيجا لكن انا في الحالة بتاعتي دي مثلا حاول اخليه حوالين 50 جيجا تمام هيبقى الـ hard عندي كده عبارة عن 86 جيجا ده خاص بنظام الـ Windows والباقي اللي هو 50 جيجا وشوية ده خاص بتوزيع Zoran OS وبعد كده هنضغط install now بعد كده هنضغط ok او continue وبعد كده هنضغط continue مرة تانية هنختار طبعا هنا الـ time zone مثلا هنختار كايرو او اللي في السعودية اختار السعودية او ايا كانت الدولة بتاعتك وبعد كده نقوله continue هنا هتكتب اسمك وهنا هنكتب الكمبيوتر name وهنا هنكتب اليوزر وهنا هنخط الـ password طبعا منصوفا انت تحط password قوي لكن هنا علشان انا باجرب فبحط password اي حادة ولاكت في directory دي حاجات خاصة بالشركات وكده مش ضرورية من انت تفعلها وبعد كده هتقوله continue وزي ما احنا شايفين هنا النظام بيبتدي يثبت نفسه وينسخ الملفات بتاعته والموضوع برضو يعني بياخد وقت بسيط يعني ممكن دقيقة ممكن اكتر ممكن اقل شوية بعد الانتهاء من عملية تثبيت هتظهر الرسالة دي installation complete بعد كده نضغط على restart now طبعا الجهاز هعمل restart وهنا بيقولك ان انت لازم تشيل الفلاشة من اليوسبي فانا اشيل cd room كده من هنا وبعد كده نضغط على انت علشان النظام يفتح زي ما احنا شايفين ميزة الـ dual boot هنا اللي هو بيظهر لك القايمة دي تمام فيها اربع اختيارات اول اختيار ده مسؤول عن اللي هو يخليك تدخل للزوران او اس والتالت اختيار ده المسؤول على ان انت تدخل على الويندوز بوت مانيجر او على نظام الويندوز فكل ما الجهاز بيفتح بتختاري اما تدخل على النظام ده او على النظام ده طيب خلينا مبدئيا ندخل على زوران او اس وندغط enter النظام هيفتح معنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد كده نختار اليوزر نيم ونكتب الباسورد اللي احنا حددناه وندغط على enter علشان ندخل للنظام اول ما زوران بيفتح بيفتح بنافزة الترحيب دي ان هو بتتقدر تعمل start tour من هنا وياخدك في جولة يعرفك ايه مميزات النظام وكده بس علشان ما نطولش وقت الفيديو فهنضغط على no sanctions بالشكل ده طبعا النظام familiar اوي ومقارب في الشكل جدا لنظام ويندوز بالبار اللي تحت ده اللي فيه قايمة شبيهة بقايمة start اللي بتعرض اسم المستخدم اكتر الشيء مميز طبعا في زوران هو ان فيه من روح نظام الويندوز خصوصا البار اللي تحت اللي هو فيه قايمة شبيهة بقايمة start تقدر من خلالها تستعرض كل البرامج الخاصة اللي موجودة في النظام وكمان الاختصارات اللي موجودة هنا واليوزر وقايمة اغلاق جهاز وما الى ذلك والتريل اللي هنا تمام خلينا ندوز write click ونختار change background من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في زوران اللي هو بيجي بشوية خلفيات جميلة جدا خليني مثلا نختار الخلفية دي نختار الخلفية اللي هي فيها بحر وجبال والامور دي تمام زي متو شايفين خلفية رائعة جدا خلينا نرجع تاني للاعدادات طبعا ممكن نعمل فيديو مخصص في جولة كاملة لنظام زوران لو انتو حابين نعمل ده قولوا لي في الكومنتات من ضمن المزاعة اللي حبتها هو امكانية ربط النظام بحساباتك الانلاين زي حساب جوجل او مثلا حساب مايكروسوفت او حساب الوان درايف ودي حاجات مميزة جدا 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 ما بتوفرهاش عدد كبير من توزعات لينوكس تمام الجميل هنا ان الفايل اكسبلورر او التطبيق files ده بيمكنك اللي انت تشوف كل الخاصة لنظمة التشغيل التانية زي ويندوز وخلافه زي ما احنا شايفين نقدر ندخل هنا على ونشوف ونروح لليوزر الخاص بالويندوز نقدر هنا نستعرض الملفات المحملة او اللي موجودة على نظام الويندوز وكمان نقدر ننسخ يعني مثلا ناخد الصورة دي نخطها على دسكتوب درجة ندروب نسحبها تمام زي ما انتو شايفين الصورة جات هنا بالشكل ده تمام ونقدر كمان ناخد اي حاجة ندوس على رايد كليك ونقوله copy ونيجي هنا ونقوله paste ودي حاجة كويسة ومريحة جدا انتو تقدر تطلع على ملفات الانظمة التانية وتعمل العمليات اللي انت عايزها طيب وبيجي كمان مدمج في النظام متصفح brave خلينا نجرب كده نفتح الموقع بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بيقدم النظام تجربة smooth تجربة سهلة جدا وكويسة لمستخدم ان هو يعمل اي حاجة هو عايزها طيب تعال نشوف كده عملية الدخول لنظام ويندوز هتبقى عاملة ازاي نختار هنا نعمل restart للجهاز وبعد كده نقوله restart بعد كده نختار الدخول للويندوز بوت مانيجر تمام كده الويندوز هو كمان فتح بشكل طبيعي جدا بدون مشاكل طبعا لو جينا نفتح zbc مش هنقدر نشوف البراتيشن بتاع لينوكس ولو ضغطنا هنا write click واخترنا disk management هنلاقي ان البراتيشن هنا موجود اللي هو حجمه تقريبا 50 جيجا لكن مش هنقدر ان احنا نفتحه طيب فرضا حبنا نشوف الملفات الموجودة على نظام لينوكس واحنا موجودين على الويندوز علشان لو حبنا ننسخ حاجة مثلا او كده للاسف ويندوز ما بيوفرهش بطريقة ناتف من داخل الويندوز اللي احنا نقدر ان نشوف الفايل سيستم بتاع لينوكس لكن بنستخدم برنامج اسمه linux reader لو ضغطنا هنا على get free وبعد كده نحمل البرنامج بعد تحميل البرنامج نضغط عليه علشان نصطبه وبعد كده نضغط على yes عملة تثبيت البرنامج سهلة جدا طبعا next agree next تاني بعد كده نلغى على متنا الصحة دول ونخلي دي علشان نفتح البرنامج البرنامج بيفتح معناه بالشكل ده نقدر من خلاله نستعرض اي drive او اي partition موجود زي ما احنا شايفين هنا البراتيشن بيكون فايل سيستم بتاعه اسمه linux ext لو ضغطنا عليه double click هنقدر نشوف الملفات الخاصة بنظام zorin عادة الملفات المستخدم بتكون تحت ال home وبعد كده اسم المستخدم هنا غراب وبعد كده مثلا خلينا نشوف desktop طيب desktop هنلاقي فيه ملفين اللي احنا نسخناهم من شوية والمميز في البرنامج ان ان انت لما بتيجي تدوس على الملف كده بيعملك استعراض ليه تحت يعني دي صورة وده ملف archive مضغوط ما شاء الله بيفتحه برده كويس تقدر تشوف المحتوى بتاعه عامل ازاي طيب دلوقتي ننفل البرنامج نقول له yes طيب دلوقتي احنا استمتعنا كده بخلع مزدوج او dual boot لنظام zorin os وwindows مع بعض طيب فرضا دلوقتي احنا حبينا نخذف linux مثلا فيه ناس اللي ما بتيجي تحذف linux وبيحذف البراتيشن ويجي يعمل رسترة الجهاز يحاول يدخل للوندوز تحصل مشتلة ما يدرش يدخل للوندوز فدلوقتي احنا عرف الطريقة الصحيحة ان احنا نحذف توزيع linux اللي سطبناها جنب الوندوز بطريقة سليمة جدا طيب ده هنعمله ازاي اول حاجة هندوس على super key وخرف الاية عشان نفتح الاعدادات الخاصة بالوندوز وبعد كده نروح لقائمة system وننزل تحت شوية هنلاقي حاجة اسمها recovery نضغط على recovery وبعد كده من قدام advanced startup دي هندوس على restart now وبعد كده restart now وده علشان خاطر نقدر ندخل على advanced options الخاصة بنظام الوندوز ونقدر نصحح مشاكل البوت طيب هنروح على troubleshoot وبعد كده نضغط advanced options وبعد كده نضغط command prompt بعد كده ننفذ الامر التالي bcd boot بعد كده ناخد مسافة نكتب c والمسار بتاع الوندوز وبعد كده نقوله نضغط على enter زي ما احنا شايفين كتب boot files successfully created بعد كده هنكتب الامر exit وبعد كده ندوس على enter وبعد كده هنختار continue to windows 11 الوندوز طبعا هيفتح معنا بالشكل ده اول حاجة هنعملها ندوس right click على زر start ونختار disk management وبعد كده نيجي على drive الخاص بzor nos ونضغط عليه right click ونقوله delete volume علشان نحزفه بالكامل من النظام زي ما احنا شايفين طالما كتب انا located كده يبقى تم حزف البراتيشن طيب المساحة الفاضية دي هنعمل فيها ايه لو احنا محتاجين نرجعها لل drive c الخاص بالوندوز تاني فهنضغط عليه right click ومرة دي هنختار extend volume لو احنا هنكبر حجم البراتيشن وبعد كده نقوله next وطبعا هنا هياخد المساحة من drive اللي هو تم حسفه فهنضغط على next وبعد كده finish وبعد كده هنلاقي ان المساحة كلها دلوقتي بقت في drive c زي ما كان في بداية الفيديو لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر like واشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيات للكل علشان يوصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد دعموكم لينا بالضغط على زر شوكران او السوبر سانكس هيكون محل تقدير كبير جدا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع tips وتركس وبرامج مجانية لانظمة ويندوز و لينوكس نشوفكم على خير سلام ترجمة نانسي قنقر